اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للمغرب الحالي كانت تطورات إيجابية كثيرة لكن يبقى بأزافة الحواج التي تحسنوا من بينهم التعليم والصحة والتشغيل بالنسبة للشباب ونتمنى الخير للمغرية ان شاء الله معيشة مزيانة يعني كان حكم زيان الحمد لله ولكن ما زال يريدون شيء غير شيء شوية يريدون شباب فين يلعبون الحمد لله بلدنا سعى مضياف وخاص غير حكومة تشوف الشباب اللي ضايع اللي عندهم شواهيد عليا مريحين خاصمي تودفق المغرب هو دولة في بزاف ديال الحواج اللي خام وطبيعية وزوينة ولكن المشكلة هو بالنسبة أولا للشباب بما أن شبابه ما فمت الفئة المهمة واللي كتمثل الجيل الصاعد بالنسبة للدراسة وذلك الشي مكرهناش يكونوا مدارس وشوفوا الاحتياجات ديال الطلابة وشوفوا الشباب الآخر لي اللي عنده وباغي الرياضة كان اللي عنده هواية شوضايع بها الكورة القادم كان يدراري بزاف تلعى تجوي وبالهم مريحين كل شي فيه مزيان كل شي المغرب فيه مزيان خاص عبنادي يكون مزيان ولا شبابه أنا ما كرهت إذا فرجع لشي حال وتتخدم فيها أولادين أنا أخذ داوع من ديجاج وليدها والمغرب صراحة لأن بدأت شوية شي زيان بدأت شوية شوية الأمار أي ناقص شي حواج مثلا مثلا الإنسان باقي شي وحدة باقي ما كانت تخدمة بزاف ما كان كان نشوفه الزبل مثلا ما كان نحضان هنا أوشان تطلع الفوق عوش كتلقى الزبل بزاف فاللي كنشوف خائف في المغرب دابا هو أنه تعليم ما بقاش مزيان كما كانش حال هذي أو المرافقة الصحية أو قليلة بالنسبة لي اللي خاص يتبدل هنا في المغرب أول حاجة توريس كدروا لي بزاف تلحواج خاصة الولاد ناس ديال المغرب تاو ما يفكروا ليهم خاص يكون اهتمام بالناس كبار بالنسبة للناس اللي في السجون خاص يعلموهم حراف ووعيوهم أنا مواطن مغريبي ما خاصة المهاني نقصو خاصة الصناعية يبقوا بمحل ديالهم يكون عنا مغور فاصطي نعية في المغرب ديال المهان كاملين وخاصة بعد الناس يعني اللي عندهم مهنة يكون عندهم وحد ناس اللي سيكونوا مسؤولين بهم يعني يكونوا الناس ياخذوا إجراءة ديالهم في المهان أقل دبال المهاني غياء شوائي سلام عليكم شي بالنسبة للبلاد ديالنا بلاد المغرب حنا بلدنا مخصمة تشي خير جميع المسائل عندنا في بلادنا الحمد لله العيشة من ناحية الرفاية الإنسانية ولكني تنتعلقوا بوحد الحاجة اللي ما عندناش في هذه البلاد هي حرية التعبير الإنسان تيقولك عنا حرية التعبير وحنا ما عندناش حرية التعبير خاصة الوعي يعني ما كرهناش لو أن الدولة مثلا عوض ما يدروا إشارات ديال شي حويج تارف هيدروا إشارات ليتواعي الشباب يقول لهم يخلي كل واحد يكون يغير على المدينة دياله بش يقول لك زعم كل واحد يحافظ على المدينة دياله بش يقول لي ويدروا جائزة قاع علش الله أحسن المدينة في المغرب لا من ناحية النظافة لا من ناحية شها من حاجة الوعي ديال الشباب كنت منه أنها إشعر لهم هنا القدام أنه يتقاد تعليم ويتقاد الصحة تقصد المغرب رأى فيه واحد الأمة كبيرة ناس يعني يعني ناس مزياني كينا واحد من نسبة قليلة أنا تقول واحد 25% يعني سيخسره مش سامع المغرب موسيقى 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 شعر نقول لك اللي يجعر بقاد الأمور من عندهم مرة يشوفوا الوضع للإنسان والظرف ديال الإنسان كيف دايراه والإنسان درويش يتعاونوا معاه وما يخلوش ابن الشاباب يضر في الزنقاء وكاك وبندم اللي لا بس علي خصوة يكون شوية يشوه الدرويش خوه ينفعوا وما يخلوش ابن الزنقاء حواجاتي يحجموني ما يحجموني ما يحجموني في بلادي هو الفافوغيتيزم نحيط الفافوغيتيزم من البلاد ونعطيه فرص للإجان ونعاون الشاباب الذين يدخلوا من البرا نعطيهم فرص لإنسان مشاريع هنا في البلاد ونعاوني شاباب لي وليس نعاوني إلا نزيدوا شوية القطة بحركة في مراك يوجد 10 موارد السلاح لكن لا أرى الكثير يوجد موارد ومثلت مرحواجاتي المهن يعني الحمد لله البلد الأمية كشفوه في الزهار وفي الحصون فهمتك وحنا الحمد لله عطنا كل خير في هذه البلاد نعم يعني الله سبحانه وتعالى ببعث دي الحاني وكفر بعض الفصول وبعض البحار وبعض الطبيعة وبعض الخيرات فهمتك ولكن الحمد لله الشباب يعني يعني غادي يكي يوعاو فهمتك والدين غادي يكي يزيد الحمد لله نتمنى في البلد دينا كل خير إن شاء الله والحمد لله الشباب رأيك يعني غاضي في الحضارة في التطور كل بلدنا الحمد لله رأي يعني نفزت واحد نوع نشي أنا ما نوعك كثير فهمتي ما كناش كنشو أننا حلموا بشي حويج ولكننا كنوا تتوقعوا ولكن الحمد لله يعني غدا في الزيارة كل ما في الأمر أن المغرب يتوفر على المعاش بكامل أوصال إلا أنه موسمية مثل هذا الوقت يرتفع استعر ويكلف على المواطن تكلفة شادة تطور في التالي في المستشفيات في المدارس في مزاف الشغل الزيارة هي جيدة يوجد أخرى يوجد أشياء جيدة يوجد أشياء جيدة لكن بالنسبة لكي يوجد أشياء ماركو أيضاً يوجد أشياء جداً نفتغل عندما نفتغل أشياء جيدة يوجد أشياء جيدة المرجو الذي نتمنى هو أن يبقى هذا المعاش يزداد ولكن يكون بسعر مكابئة للمواطن أنا متأكدة بأن المغرب هو أحد البلد اللي زوين بالزيف خالص غير تعتاه فرص أكثر وغادي تشوف التغير اللي غادي ترى